عام 2019 بالشرق الأوسط يعني يعد أن يكون مليء بالمفاجآت كالعادي نظراً أولاً للحروب الداخلية الجارية إذا بلشنا باليمن في بعض البوادر أنه قد يكون هناك تخفيف من حدة الصراع باليمن جزء كان بالمفاوضات اللي حصلت بالسويد ويمكن مفاوضات آتي بالأردن إن شاء الله أنه تهدى شوي الأمور باليمن بليبيا أيضاً كان في بعض التقدم في المفاوضات بتخفيف حدة الصراع بليبيا أصلاً ما كانت الحدة مثل حدة اليمن أو سوريا ولكن قد يكون هناك أمل بالأخص مع موفد الأمم المتحدة الزميل غسان سلامي أنه توصل الأطراف بليبيا لنوع من اتفاق أثبت في عام 2019 الوضع بأفغانستان يعد أن يسوق جزء منه لأنه الولايات المتحدة والرئيس ترامب قال أنه يسحب جزء كبير من القوات الأمريكية عام 2019 هذا الأمر يشجع الطالبان بالأخص بعد نهاية الشتاء وبداية نوعاً ما ما يسمى موسم الحروب في أفغانستان فقد تصعب الأمور في أفغانستان أما في سوريا فمن جهة النظام يتجه باتجاه نوعاً ما التطبيع مع الدول العربية شفنا بعض دول الخليج ويمكن جامعة الدول العربية كمان تخطيها الخطوة الكبيرة وجامعة الدول قد تطلق دداء إلى دول العالم أوروبا والولايات المتحدة وتضعها أمام موقف محرج من التطبيع أو عدمه مع نظام الأسد ولكن يبقى تبقى المناطق خارج نفوذ النظام الأسد وهو المنطقة التركية بالشمال الغرب مستقبل الوجود الأميركي هل تنسح بأميركا أم لا؟ الرئيس ترامب يقول نعم المستشار الأمني يقول لا إذن الموضوع لا يزال أمام تجازب بالرأي ولكن إذن سحبت ملات المتحدة من شمال الشرق هل تركيا ستتوسع بشمال الشرق أو النظام يتوسع بالشمال الشرق فهذه الأمور غير محسومة بعد بسوريا كما أنه موضوع إدلب حيث هناك مليونين أو ثلاث ملايين من المدنيين قضية لا تزال معلقة أيضا أنتهي الموقف هنا في واشنطن تقلب كبير في الموقف الأميركي ما في وضوح إطلاقا من البيت الأبيض حول موقف ترامب من انسحابه وعدمه من سوريا وأفغانستان ولكن هذا الموضوع هو موضوع أساسي وحاسم بالنسبة للساحتين الكبيرتين في الشرق الأوسط أنا تقديري أن الرئيس ترامب وهو يذهب باتجاه انتخابات التجديد عام 2020 أظن أنه بريد ينسحب من سوريا ويخفف وجوده من أفغانستان وهذا أكيد يؤثر بالوضع بأفغانستان والوضع بسوريا طاقم العمل في واشنطن وزير الدفاع ماتيس ذهب لا نعلم من يكون وزير الدفاع الجديد وهل سيبقى بومبيا وبولتن كل عام 2019 لا نعلم ومع الرئيس ترامب دائما رجل المفاجأة